ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره ومن الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء أن يحرص المر على إسباغ الوضوء أي على إتمامه والإسباغ نوعان إسباغ واجب واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والنوع الثاني إسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك بأن يأتي بالسنن المتعلقة بالوضوء من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وتخليل الأصابع سواء كان ذلك في أصابع اليدين أم في أصابع الرجلين وإسباغ الوضوء فيه فضل عظيم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وإن بعض الناس قد يحصل منه نوع من التساهل في غسل الأعضاء الأربعة التي أوجب الله تعالى غسلها فقد يتهاون في غسل يديه إلى المرفقين فنظرا لكثرة الملابس التي يلبسها تجد أنه لا يعمم الطهارة على العضو سواء كان ذلك فيما يتعلق باليدين أو فيما يتعلق بالقدمين فالواجب على المر أن يراعي ذلك وأنه إذا لم يتمم غسل هذه الأعضاء فإن وضوءه لا يصح وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى